اشتركوا في القناة اخبار كتير وملفات كتير ولقطات وانفراضات لينا وربنا يجعل كلامنا خفيف علينا قليل الاول ابدأ بس معاكم بحاجة هي تدعو مش عارف تسموها ايه بس تدعو انا متهين انها تدعو للخير وتدعو للتفاؤل وتدعو للامل وتدعو ان احنا بنحس ببعضينا وتدعو ان احنا نتحرك كده شوية عشان نفكر في غيرنا قبل ما نفكر في نفسنا انا متابع بقالي ومين ثلاثة كده موضوع انتو عارفين المدارس ودخول المدارس وملف المدارس والتعليم ده يعتبر ملفي لانه مش بس يومين ثلاثة على موضوع دخول التعليم لا انا موضوع من السنة اللي فاتت متابع ملف بتاع مصاريف المدارس الخاصة وتوبيسات المدارس ومشع فيه الحمد لله الحمد لله بعد فضل ربنا كان لنا دور بسيط في ان احنا نساعد جهاز حماية المستهلك على انه ياخد القرار السليم في عودة ربع مصاريف وتوبيسات المدارس مصاريف السنة دي وما إلى ذلك بس وانا بفكر وبتابع لقيت حاجة تستحق ان احنا كلنا نهتم بيها انتوا عارفين طبعا انه المدارس الحكومية ان شاء الله مقرر انه يبدأ العام الدراسي فيها يوم 17 اكتوبر اللي جاي يعني فاضل حوالي 19 يوم على بداية الدراسة وانتوا عارفين كمان انه الدراسة او التعليم الحكومي المفروض انه مجاني وهو مجاني بس فيه بعض المصاريف اللي بيتسمى كده رسوم رمزية مصاريف رمزية بتدفع عشان القيد والاشتراك والكده بس هي السؤال بقى هي رمزية لمن؟ ركزوا معايا شوية هي رمزية لمين؟ رمزية للقادر رمزية للي معاه فلوس للي بدخل ابنه مدرسة خاصة بعشر تلاف جنيه وعشرين الف جنيه المصاريف بتاعت او الرسوم الحكومية دي طبعا دي مصاريف رمزية انا بكلمكم عن 160 جنيه للابتدائي و190 جنيه للسنوي يعني بتبتدي بالابتدائي من 160 جنيه بتوصل حدها الاقصى 190-195 جنيه في الثانوية العامة ده في مدارس الحكومية فطبعا بالنسبة لنا وبالنسبة للناس الفئات والشرايح اللي بتدخل ولادها مدارس انترنشنل واجهة اجنبية ودولية وحتى خاصة وتجربية وبتاع ده كلام هزار ده رمزي وقال من الرمزي كمان لكن انا بقول لحضراتكم انه بالنسبة لبعض الناس المبلغ ده مش قادرين علي او الله وانا هنا مش بستجدي التعاطف او بلا بشع بلعب على مغزلة العواطف لا انا بتكلم واقع وانتوا عارفين الحمد لله علاقتنا وتجاربنا وتاريخنا مع بعض ان احنا بنقول الكلام اللي بنشن في السواد على طول حضراتكم اسألوا روحوا اسألوا في بعض المدارس الحكومية كل واحد كده يعدي على اقرب مدرسة حكومية جنب بيته ويسأل يخش كده على الحسابات قسم الحسابات او يخش على نظر المدرسة ومدرسة وسألهم قلهم كده انتوا في عندكم عيال ما دفعوش المدارس واهالي بل ابلغوكوا ان هم مش قادرين يدفعوا المصاريف حيقول لك اه واللستة هي حيقول لك اه واللستة هي حيطلع لك لستة بمجموعة من اولياء الامور اللي في المدارس الحكومية اللي اهلهم مش قادرين يدفعوا المية وستين جنيه او المية وتسعين جنيه عشان يدخل ابنه السنة دي المدرسة فانا عايزكم تتخيلوا شعور طفل تلميذ في ابتدائي او في اعدادي او في سنوي وهو مكسوف دلوقتي انه يخش المدرسة عشان ما يتعيرش قدام صحابه ولا زميله ولا تلمزي التلمزي المعارف فصله بتاع من ادارة المدرسة انت ما جبتش المصاريف ليه هي رمزية رمزية بس ما يقدر على القدرة الا القادر قلتلكم انها رمزية بالنسبة لفئات وشرايح لكن بالنسبة لبعض الفئات اللي جاي بالزبط على قد اللي رايح ويمكن اللي جاي اقل من اللي رايح فعشان كده الميتين جنيه لا بيأكلوا يشرب بيهم الميتين جنيه بيدفع بيهم كهرباء الميتين جنيه بيدفع فيهم مواصلات عشان يروح شغله الميتين جنيه يجيبهم دا ولا بقول عيان ولا لابنه عنده مشكلة مش عارف ايه فالميتين جنيه دول معضلين لبعض الشرائح ما ينفعش نسيبهم عشان كده انا بطلق مبادرة هنا من مش بس من مبادرة اخر النهار لا مبادرة شبكة تلفزيون النهار كلها يعني خلي الشبكة وتلفزيون النهار وقناة النهار كلها اسمحولي ان انا اتحدث باسمهم وانا بطلق مبادرة قناة النهار لدعم الطلبة في المدارس الحكومية غير القادرين على دفع الرسوم او المصاريف الرمزية بتاعتهم هتعملوها ازاي زي ما انا قلت لحضراتكم كده كل واحد يعدي على اقرب مدرسة حكومية جنبه لانه مفيش موقع يعني حتلاقي فيه طلبة غير القادرين في البتاعها وتعمل سيرش عن نت فهي محتاجة مجهود بس والله هذا المجهود يستحق وهذا المجهود ثوابه في الجنة وهذا المجهود ربنا حيقيمه بكتير عن الصدقة السهلة اللي انت بترميها يمين ولا شمال لا الصدقة والخير اللي بتعمل بناء على مجهود خصوصا لما تستثمر في الناس وتستثمر في التعليم وتصدق في خير الناس وان انت ترفع من كبريائهم وشرفهم وعزت نفسهم قدام صحابهم وزميلهم وباقي التلاميذ ثوابك حيبقى كبير عند ربنا فهذه مبادرة خانات النهار مبادرة خانات النهار وبرنامج اخر النهار لدفع المصاريف والرسوم عن الطلبة غير القادرين في المدارس الحكومية مش مكان مدارسة خاصة مدارسة خاصة لهم اولئة امور قادرين على دفع المصاريف واكتر ومتهيأ لي مش هتفرق معاك ايها القادر لما يكون بتدفع انا عارف ان السنة دي كانت صعبة والكورونا والاقتصاد والشغل كان بس انت في النهاية وفرت مصاريف ابنك ولا بنتك في المدارسة الخاصة فدفعت 20 الف جنيه او 15 الف جنيه او 30 الف جنيه او 40 الف جنيه ايا كان المستوى المدرسة وحجم المصاريف ده خيل انت المدرسة بتاعتك قريتلك مثلا مصاريفك 30 الف جنيه وربعمية لا خليهم 30 الف و 600 والمئتين دول وديهم الناحة التانية بحيث ان انت تبقى دفعت مصاريف ابنك وده دفعت مصاريف ابن هو ابنك برضو بس مش من صلبك لكن ابن بلدك عاجز ابوه عن دفع المصاريف انا رأي انه انا رأي انه يعني ما استحقق ان يولد من عاشا لنفسه فكروا فيها وفكروا انه العدد اللي انا بقوله لكم عدد كبير عدد كبير لما تنزلوا وتتعبوا نفسكوا سنة وتعدوا على اي مدرسة حكومية جنبكوا وتسألوا هتلاقوا العدد كبير هتلاقوا هنا 50 واحد وفي المدرسة اللي جنبها 30 اسرة والما فيها ايه 40 طالب وبتاع لما تلم العدد كله في جمهورية مصر العربية كلها هتلاقي العدد كبير وطبعا لو تقدر تدفع مصاريف 2 يبقى احسن بدل ما تدفع 200 جنيه ادفع 400 جنيه مصاريف 3 يبقى اهل هايل مصاريف 4 تقفل الباك وتدفع 1000 جنيه فتدفع مصاريف 5 عيال مش قادرين لك الثواب ولك الشكر منا لانك مصري وفاهم يعني ايه ان انت تفكر في غيرك وتشعر بقلم غيرك وفكرة ان ولد صغير تكسر نفسه قدام تلاميذ وصحابه جمد قوي فكر فيها في ابنك انت تقبل ابنك تكسر نفسه ويتطي رأسه في المدرسة عشان يقول يتقلوا انت اللي ما دفعتش المصاريف او فيه عيال بتقلهم كده وبيبقوا داخلين بتطيين رأسهم او ابوهم ما بيودهمش المدرسة خالص يقولك لحد ما حاولش المصاريف عشان ابني ما يتعرضش الاحراج فانت ارفع عنه الاحراج وارفع عن الولد الكسوف وساعد عشان ربنا يساعدنا من فرج على مؤمن كربة في الدنيا فرج عليه ربنا كربة من كرب يوم القيامة